موسيقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نبحر في أسماء الله الحسنى والسؤال الذي أبدأ به هذه الحلقة ما الدليل على أن هذه الأسماء تخص الله وحده دون غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه سؤال دقيق هو يلزمنا أولا أن نعرف متى العبارة تفيد القصر قصر شيء على شيء هنا فيه تقديم لله يعني لم يقل الأسماء الحسنى لله وده الطبيعي ليقال لكنه عدل عن هذا وقال لله الأسماء الحسنى فهذا التقديم يعني إحنا لو قلنا الأسماء الحسنى مبتدى ولله ده خبر متعلق كذا الطبيعي أن يأتي المبتدى أولا ثم يأتي الخبر سانا إذا قدمت الخبر على المبتدى ده لا بد أن يكون لنكتة كما يقولون بلاغية إذا قدم الخبر على المبتدى يفيد حصر الخبر في المبتدى اللغة العربية كنت وإذا قدم المعمول على العامل دل على انحصار العامل في المعمول عندنا لله الأسماء الحسنى تقدم الخبر اللي هو لله على المبتدى اللي هو أسماء الحسنى فيدل على انحصار المبتدى في الخبر من هي له وحده وحده ضب لله وحده واعتبر بي لكم دينكم ولي دين ما قالش دينكم لكم أو ديني لي قال لكم دينكم ولي دين حين قدم ذلك يدل على انحصار الدين فيه دين التوحيد وانحصار دين الشرك فيهم انحصار يعني بحس أنه لا يعني لو قال لكم دينكم مثلا لو قال دينكم لكم ممكن يفهم منه أن هذا الدين لهم ولغيره وأيضا لو قال الأسماء الحسنى لله ممكن يفهم منه أن لله ولغيره لكن حين يقول لله الأسماء الحسنى لا يفهم أبدا أن هذه الأسماء تتعدى لفظ الجلالة دقة لغوية شديدة طبعا وبلاها لا حدود لها نعم هذا وعشان كده القرآن محدش يتكلم فيه كده اعتباطا آه اعتباطا هو قاعد يجي له فكرة كده ويسجل له ضوابط في منتهى الدقة وهذا ضابط ينتمي إلى علم واحد من علوم القرآن اللي هو علم البلاغة طبعا آه وهذا بلقة العرب وهذا لغة العرب لغة العرب اللي احنا الآن نفتخر أو صرنا إلى وضع معلاش أنا حخرج على البرنامج شوية صرنا إلى وضع أن احنا يعني نعهد بأبنائنا إلى مدارس أجنبية ثم نفتخر بأن أبنائنا لا يحسنون اللغة العربية طيب منت إذا كان مدارسنا كلها أجنبية ولا يحسنون اللغة العربية طيب الأطفال دول اللي هبعد عشرين سنة هم اللي حيحملوا الدولة شكل الدولة حيبقى إيه بيفتخروا أنه لغاتهم العربية مكسرة مكسرة طبعا يفتخروا هذا كل هذا تخطيط دقيق ومشيين فيه بعون قاللين اللي بيتفضنوا إلى أن احنا كل شوية بناقع فريسة لهذا طيب هل ده معناه يا فضلت الإمام أنه هذه الأسماء لا يجوز إطلاقها على أي حد من البشر العلماء قالوا فيه أسماء مختصة بالله ولا يصح أن يتسمى بها غيره أيا كان هذا الغير وفي أسماء ممكن تطلق على الغير ولكن بإطلاق مختلف عن إطلاقها بالنسبة لله سبحانه وتعالى فمن أول الأسماء التي اختص بها الله ولا يمكن أن يتسمى بعد هو لفظ الله الله طبعا طبعا الله والتاريخ يصدق ذلك لم يحدث ولم نقرأ أن شخصا ما سماه قومه أو سماه شعبه الله وأصبح يناد به يخاطبونه أو ينادونه بهذا الاسم لا حصل هذا فعلا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الاسم من أن يطلق على غيره الاسم الثاني هو الرحمن فالرحمن أيضا من الأسماء لأنه الرحمن المطلق الرحمن المطلقة ولا يوجد غير عنده الرحمن المطلقة حتى يتسمى بالاسم الذي يدل على هذه الرحمن المطلقة فالرحمن هذا لا يجوز أو لا يصح أن يتسمى به أحد وفعلا التاريخ لا يسجل اسم الرحمن إلا وقع واحدة إلا وقع واحدة طبعا وخد عقابه فيها آه وخد عقابه وعقاب ليس لحظي ممتد حتى الآن وإلى يوم الدين إلى يوم الدين وهو مسيلمة الكذاب ومسيلمة درجل كان يعني من اليمامة وجنوب نجد وأفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فلكن هو يعني حين عرض عليه السلام قال له لا والله أنا جاي أشاركك في النبوة فمن فضلك يعني الدين النص وأنت خد النص حاجة من هذا القبيل يعني وقال له كما فعل هارون مع موسى ما هارون نبي موسى فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد عليه كان معها يعني قال له ولا هذه كان معه يعني نبتع بسيط حاجة فهو رفض ذلك وعاد وادعى النبوة بين قومه يعني مجنون وكذب طبعا يعني آف لكن كان العقاب الإلهي أنه ألسق باسمه وصف يعني وهو مسيلمة الكذاب لا تبحث عنه في أي مصدر تاريخي لا كتب التاريخ ولا كتب السير ولا كتب الرجال إلا مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب فإذن اسم الله واسم الرحمن خاصان بالله سبحانه وتعالى لا يصح أن يسمى بهما أحد غيره وسنعرف أيضا أن اسم الحكم يعني من الأسماء التي لا صح أن يتسمى طب بها أحد آخر لكن بقية الأسماء يجوز أنه إحنا مستقع بقية الأسماء نعم يجوز أن يوصف بها أو يتسمى بها يعني لكن مع ملاحظة ملاحظة دقيقة جدا ومهمة على ملاحظة أن أنا حين أطلق مثلا وصف عالم على شخص يعني الله عالم أقول مثلا محمد العالم الفرق بين الوصفين هو فرق ما بين الذاتين يعني ما بين الله وبين محمد فرق شديدة جدا طب ده خالق وده مخلوق ده مملوء نقائص ده منزه عن النقائص هذا علمه أزلي وحاضر وأبدي وأنه يعلم الأشياء قبل وهذا علمه قاصر على ما يراه أو على ما يصل إليه ده الفرق بين الموصفين طبعا بين الصفتين ما هو الفرق بين الموصفين ينعكس على الصفتين بالضبط ينعكس على الصفتين بنفس الحج طبعا بنفس القدر يعني الله يعلم الأشياء قبل وجودها ولذلك يعني لا يحدث له علم لم يكن يعلمه من قبل وإلا استلزم الجهل وهذا مستحيل الله سبحانه وتعالى لكن أي واحد تاني أي علم يكتسبه هو كان جاهلا به فالجهل مرتبط بالعلم بالنسبة للإنسان في كل معلومة يعلمها لأنها قبل هذه المعلومة كان جاهلا بها الله سبحانه وتعالى الأمور منكشفة العلم وذلك العلم صفة انكشاف ما مضى وما هو يعني قبل أن تحدث الأشياء يعلمها قبل أن تحدث ثم أن علم العالم من البشر يتغير وقد يكذب وقد ينقلب إلى جهل كل هذه النواقص المحاطة بصفة الإنسان هذه الصفة حين أصبح عن الإنسان الله سبحانه وتعالى منزه عنه فهو علمه أزلي وعلمه انكشافي علمه لا يستلزم لا يسبقه جهل علم لا يتبدل ولا يتغير إلى آخر ما يبحث في هذه الصفة الكريمة في علم الكلام لكن في القرآن الكريم وردت بعض الآيات فيها أوصف من أسماء الله لفصنا موسيبة لبعض البشر يعني من هم أنبياء يعني سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فأسمة لله وبرضو إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير أول قرآن سمى الناس به بعض الأسماء الأسماء الله الحسنى منها سميع ومنها بصير برضو قوية مثلا مع سيدنا موسى إن خير من استأجرت بنت شعيب إن خير من استأجرت القوية الأمين فالقرآن فيه أسماء من أسماء الله الحسنى سمي بها غيره من الناس لكن قلنا الفرق بين الإسمين هو فرق ما بين المسمين طبعاً ده مسمى مختلف تماماً وأما المسمى البشري فهو خاضع هذه الصفات محوطة بنقائص لا نهاية له في بقية الآية المعروفة عن أسماء الله الحسنى في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءَهِ ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد بشكل عام لغة يعني هو الانحراف من الحق إلى الباطل يعني في خط مستقيم فهو لو انحرف الانحراف عن الخط المستقيم يسمى ألحد أو في لحدة أو في ألحد لكن المعنى واحده هو الانحراف والميل عن الحق إلى الباطل أو عن الصواب إلى الخطأ هذا هو الانحراف طبعاً يعني هذا يطلق على كل أصناف الإلحاد يعني القديمة والحديثة وأنها في النهاية انحراف وميل وزيغ عن الطريق الصحيح هنا بمعنى الإنكار طبعاً بمعنى الإنكار معنى الضلال ما هو يعني الحد ضلال وانحراف ضلال ميل زيغ كل هذا معنى واحد طبعاً بتصف خروج عن الخط المستقيم أو عن النهج المستقيم فمن هذا المنطلق هناك من ألحد في أسماء الله الحسنى بمعنى خرجوا بها عن ما وضعت له أو يعني عن معانيها التي تحتويها هذه الأسماء فمثلاً المراد بالملحدين هنا وذر الذين يلحدون هم المشركون هم الذين كانوا يلحدون في هذه الأسماء فكانوا مثلاً يأخذوا حروف هذه الأسماء ويدخلوها في أسماء آلهاتهم فكانوا يأخذون مثلاً كانوا يسمون آلهاتهم الأوثان اللات والعزة حتى تلاقيها واخذوها من الله العزيز مثلاً ومنات السالسة الأخرى برضو أخذوها من المنان اسم المنان هذا طبعاً أنا أعرف أنه من أسماء الله الحسنى فهؤلاء يعني أخذوا الأسماء الحسنى وألحدوا يعني انحرفوا بها عن طريقها المستقيم وسموا بها أو بحروف من مادتها الأوسان وهذا انحراف أن تسمي الأوسان بأسماء الله سبحانه وتعالى أيضاً من الإلحاد اللي هو يعني تفسير الأسماء الحسنى بما يوهم أن الله مشابه للخلق يعني يأخذ مثلاً نص ويقول لك الله قال هكذا مثلاً فاصبر فإنك بأعيننا وتقول لله عين آه سميع فإذن لله آذان طب سميع له أذن بصير له عين قوي له قوة أو له زراع أو له كذا هذا إلحاد في الأسماء يعني تشبيه بالبشر طبعاً لأنهم يعني أخذوا الأسماء انحرفوا بها عن معناها وقربوا بها بين الله أو أوجدوا شبهاً بين هذا الإسم والمسمى بالإسم البشري والمسمى البشري فهذا أيضاً يعني من الإلحاد في الأسماء ودي موجودة في يعني حتى في بعض الفرق الكلامية طبعاً عن حسن النية يعني فإنما ربنا حذرنا وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يكتب وذروا هنا بمعناها دعوا واتركوهم لمصيرهم لمصيرهم طبعاً ولا تناقشهم وكثيراً في القرآن الكريم آيات يعني توجه إلى أن الأول تناقشوا بالحسن فإلا ما يستجب فدعه لله يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما قالش بعد كده يعني اقتله ولا دعه أن ربك